نادي الصفاقسي التونسي يعلن عودة حسين علي لصفوف المنتخب الوطني العراقي كل التوفيق لحسين علي وإن شاء الله يقدم أداء ممتاز بالمباريات القادمة السلام عليكم شباب وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي قبل ما تكلم الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد عيمن حسين يسجل ثنائي ويقود المصلار للفوز على الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكان قريبا من تسجيل هدف الثالث ولكن أضاع الكرة يرفع رصيده من التسجيل إلى سبع أهداف في الدور القطري الاتحاد الآسيوي يحدد يوم 17 من الشهر المقبل موعدا لسحب قراءة كأس آسيا تحت 23 عام بتواجد منتخبنا الوطني في المستوى الثالث البطولة من المقرر لها أن تقام في أوزباكستان شهر حزيران المقبل نقرأ جزء من تعليقاتكم الجميلة والمحفزة موسى الملك يقول استمر يا بطل سيد الكربلاء يقول السلام عليكم استمر يا بطل قناتك أفضل صناع المحتوى الكرة وبالتوفير عني كاظم يقول يحبك أن نوسيا لسطور الملك يقول استمر حبيبي فيديوهاتك حلوة أشكركم حبايبي على تعليقاتكم الحلوة مثلكم أبو حنيدة يقول استمر يا مبدع كلنا بظهرك أشكرك تحياتي لك أحمد الجواد يقول والله قناة روعة كلها أخبارها صحيحة ربي يحفظك إقبال الميتة الف مشترك تحياتي لك يا مبدع أشكرك حبيبي ربي يحفظك عراق سبورت يقول إن شاء الله أنت بالليل تتالاف مشترك أشكرك حبيبي زيني يقول أول مرة أعلق الواحد لي من أفضل المحتويات استمر عاشت إيدك حبيبي ويدك العائشة ربي يحفظك عيدر يقول أنا متابعك من كربلا ربي يحفظك حبيبي أشكرك ربي يسعدك عاشق سود رافدين يقول مقاطعك تفرحني استمر على عناد اللي ينتقدونك حبيبي أنس أشكرك يا وردة تحياتي لك درج منتخب الإمارات لكرة اليد يقول مواجهة العراق في البطولة الآسيوية بمثابة نهائي للفوز بالمركز الثاني لأن منتخب قطر عالمي والصدارة محسومة له منتخب العراق سيخوض البطولة الآسيوية في الشهر الحالي من مجموعة ضم ثامن العالم قطر مع الإمارات وعمان وفاة والد حارس المرمى السابق محمد قاصد إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحم ويغفر لويزك نفسيح جناته كرار عامر عبر الإنستجرام يعتذر من جماهير الشرطة مؤكدا عدم استمراره مع الفريق صحيفة آس تقول هالاند يقضي إجازته في ماربيا الإسبانية حيث لديه منزل في ماربيا المشجعين عندما سألوه عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل لأن رد هالاند سألعب هنا في إسبانيا والنادي الأقرب إلى هالاند هو ريال مدريد صحيفة آس تقول آخر مرة تواجد فيها غارث بيل على أرضية الملعب كانت في 28 أغسطس ضد ريال بيتيز هذا الموسم لعب 193 دقيقة ويحصل على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو برشلونة يعلن إصابة بيدري واللاعب الجديد فيران توريس بفيروس كورونا وشيب وردالاس مدرد فالنس يقول برشلونة عليه ديون 300 مليون يورو تعاقدوا مع فيران بـ 55 مليون يورو وسيتعاقدون مع موراته ورئيسهم يتحدث عن هالاند لين الاتحاد الإسباني والرابطة من هذه الأمور رسميا نصف نهاي كأس السوبر لإسبانيا ريال مدريد يواجه برشلونة في ملعب الملك فهد الدولي في 12 ناير 2022 للساعة 10 مساء بتوقيت العراق كتبونا بالتعليقات علما يتشجعون ريال مدريد لو برشلونة وصلنا لنهاية الفيديو سوي لايك اشترك بالقناة فعلة جرس شارك الفيديو لأصدقائك ليصل لكم كل جديد شكرا لكم اشتركوا في القناة